قرب بوابات المنطقة الخضراء جاءت جموع من المتظاهرين الذين طالبوا بضرورة اعادة العد والفرز اليدوي للمحطات في انتخابات تشرين معتبرها لم تخلوا من التلاعب بعد التشكيك بالنتائج المتظاهرون والذين جاءوا بالخيام والاقطية والافرشة لبدء اعتصامهم طالبوا بالاسراع باتخاذ خطوات جدية من قبل الحكومة والمنفوضية وانهاء حالة اللبس الحاصلة نأمل من المفوضية ان تعيد النظر بقضية العدو الفرز اليدوي حتى يطابق الالكتروني الذي حصل فيه التزوير فان شاء الله نصل الى مطالبنا بعون الله تعالى الانتخابات ما بها اي نزاهة ولا اي شفافية والاكثر من هذا قالوا قدموا الطعون والطعون اصلا ردت الطعون على اي اساس لعد سوى الطعون اصواتنا وين راحت اصوات اهلنا وين راحت اصوات الناس اللي انتخبوانه واللي راحوا ويانه بعض مرشحين انتخابات الحاضرين في تظاهرتي مما شككوا بنتائج الانتخابات اكدوا انهم غبنوا بعد اعلان النتائج التي لم تتوافق مع الاعداد التي سجلوها عند جمع الاشرطة في المحطات في انتخابات الخاص والعام ورغم اسرار بعض الكتل والمرشحين على فوزهم الى ان المفوضية لازلت تؤكد على قانونية اجراءاتها وتعاملها بشفافية مع جميع الشكاوى والطعون ما يقارب الالف وخمسمائة صوت حصلت علي في يوم عشرة عشرة وما يقارب سبعمائة وسبعين محطة موصنية لا شريط من عدها ولا صوت يعني ما اعرف هذه اصوات اين من انحسبت وين راحت يجب ان تعاد قضية الفرز لانها قضية مهمة ولهذا حق قانوني ونتمنى ان تستجيب المفوضية لهذا وهذا هو مطلب من مطالب الشعب العراقي ومع الدعوات التي توجه للمتظاهرين بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم التصادم مع القوات الامنية ان بعض المراقبين يرجحون تأزم الاوضاع مع مرور الايام في ظل غياب الحلول السريعة من قبل الحكومة والمفوضية او القضاء لتقديم الادلة عن نزاهة الانتخابات للمشككين فيها وفي تحول هذه التظاهرات الى اعتصام قرب المنطقة الخضراء فان بعض جماهير بعض المرشحين يوجهون رسالة الى الحكومة العراقية والمفوضية مفادها ضرورة الاسراع باجراءات العد والفرز اليدوي لجميع المحطات صباح حكيم الفرات